تنفيذا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ أعلنت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي تواصل الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بالتنصيق مع البنك المركزي وأضافت الوزارة أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصوية بحوالي 99 مليون دولار خلال الفترة من 19 إبريل الماضي وحتى 27 من الشهر نفسه ترجمة نانسي قنقر